جهود كبيرة تبدلها الحكومة السودانية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والتي تم وضع السودان فيها بسبب مواقف الحكومات السابقة من الجماعات والفصال العرقية المتنحرة في درفور والنيل الازرق وجنوب كردفان اضافة لجنوب السودان وغيرها من الاتهامات التي دفعت السودان نحو العزلة الدولية وفيما تصارع الخرطوم للتخلص من كابوس لائحة الارهاب اصدرت الخارجية الامريكية قائمة البلدان غير المتعاونة في مكافحة الارهاب واستمر غياب السودان عن هذه القائمة في تطور اعتبره مراقبون خطوة مهمة على طريق رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وبالتالي اصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يوعد من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك فبعد أقل من ثلاثة أشهر من تسلمه مهامه رئيسا للوزراء زار حمدوك واشنطن وأجرى عددا من اللقاءات المهمة مع المسؤولين الأمريكيين في وزارات الخارجية والخزانة والدفاع ومع قيادات الكونغرس وبحث معهم مسألة خروج السودان من القائمة ويشار إلى أن إدراج السودان على قائمة الدول الراعي للإرهاب يجعله غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلا عن التخفيف من أعباء الديون كما من الممكن أن يفتح رفع السودان من هذه القائمة الباب أمام الاستثمار الأجنبي وفي عام 2017 رفعت الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي عن السودان غير أنها أبقت على حظر التحويلات المالية العالمية الذي يقول خبراء إنه من أفرز العقبات التي تحول دون نمو الاقتصاد السوداني موسيقى 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 موسيقى